قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أمس زبد إنه يشعر بالحسن بشأن إسقاط طائرة روسية بالقرب من الحدود السورية ويأمل في تحسين العلاقة مع روسيا حقاً هذا الحادث محزن ولم نكن نريد أن يحدث هذا غير أنه حدث للأسف آمل أنه لن يحدث مرة أخرى لم تتسبب تركيا في أي توترات واشتباكات ونحن لن نفعل ذلك أبداً أفادت وسائل الإعلام أن الرئيس التركي أردوغان أعرب عن رغبته وطلبه للقاء مع بوتين وجهاً لوجه في باريس في الأسبوع المقبل خلال قمة تغير المناخي غير أن بوتين يرغب في الاعتذار من تركيا قبل موافقته على اللقاء مع نظيره التركي وتتعارض روسيا وتركيا حول ما إذا كانت الطائرة الروسية قد دخلت المجال الجوي التركي هذا وحذرت تركيا مواطنها من السفر غير العاجل إلى روسيا وقال متحدث باسم الحكومة التركية إن بلاده تناقش كيفية الرد على العقوبات الروسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر